بكل الأنظمة الديمقراطية بالعالم المواطن هو محور الدولة والقاعدة الصلبة اللي ترتكز عليها مؤسساتها وبناء هيكلها الاجتماعي والسياسي ولهذا يكون المواطن العراقي هو نجم ما قبل الانتخابات لأنه وحده من يقرر من يمثله في البرلمان المقبل ولأن الشعب العراقي من الشعوب الفتية فإن المراقبين يراهنون على من يقدم شيء للشباب أو من قدم أصلاً إذا كان ممن تسنم منصباً تنفيذياً في الحكومة فالمواطن هو بوصلة الدولة وهو صاحب الشرعية لأنه سوف يأتي بمرشحين ممثلين عنه من أجل بناء الوطن وخدمة أبنائه بالتالي هي نتيجة طبيعية أوثمر من ثمار بناء الدولة إذا ما تم بناؤها بناء سليماً وصحيحاً النائب المقبل يدرك أن ما بعد انتفاض التشرين هو مكلف ومفوض من قبل الشعب من أجل تقديم الأفضل والأجود له لأن الوصول إلى مكان المسؤولية يمر عن طريق الإخلاص في العمل وتقديم ما هو أفضل للوطن والمواطن ولكن ما هي الآليات لذلك